تفقد الواء محمد علي مصالح وزير التوميين والتجارة الداخلية اليوم صومعة منوف في محافظة المنوفية وتصل قدرتها التخزينية إلى 60 ألف طن والتي تم إنشاؤها على مساحة تبلغ 16 ألف متر مربع ومعنا في هذه التفاصيل مراسلتنا سالي سالم من المنوفية سالي أهلا بك وكيف تبدو التفاصيل في زيارة وزير التوميين إلى صومعة منوف أهلا بك حساني نحن الآن في انتظار وصول لواء محمد علي مصالح وزير التوميين والتجارة الداخلية وذلك لتفقد الصومعة الموجودة هنا بمحافظة المنوفية بمدينة المنوف تحديدا هذه الصومعة ساعتها 60 ألف طن وذلك ضمن مشروع إنشاء الصوامع بالتعاون مع دولة الإمارات هذه الصوامع سيتم إنشاءها في عدد 17 محافظة عدد هذه الصوامع 25 صومعة في 17 محافظة كما ذكرت لك ونحن الآن في انتظار وصول وزير التموين إلى كزميل ما هي الاستعدادات سالة لإستقبال وزير التوميين من حيث المسؤولين المتواجدين أيضا تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الزيارة هناك إجراءات أمنية شديدة وهناك العاملين بهذا المشروع جرى حديث مع مدير هذا المشروع وقال لنا أن تقريبا 300 عامل كانوا على إنشاء هذا المشروع وسيكون هذا المشروع على حوالي 50 عامل سيكونون بالعمل في هذا المشروع طوال فترة عمله وذلك بعد الافتتاح الذي سيجرى بعد التفقد الذي سيكون به وزير التموين للتأكد من التشغيل التجريبي لهذه الصومعة أشكرك إذن سالي سالم كنت معي مباشرة من أمام صومعة منوفي محافظة الموفية التي تنتظر بعد قليل زيارة وزيرته وتجارة داخلية